السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف مرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين مازلنا مع السلسة يومك وقصتنا النهاردة قصة جميلة الدكتور بيقول دخلت على المريض في غرفة الإنعاش حاجة غريبة ليتوشه منور حاجة جميلة وي شيخهم كبير في السن على سرير أبيض وجهه يتلقل أونورا الدكتور بيقول أخذت الملف بتاعه فإذا قد أجريت له عملية قلب أصيب خلالها بنزيف مما أدى إلى توقف الدم عن بعض مناطق الدماغ فأصيب بغيبوبة تامة وإذا الأجهزة موصلة به وقد وضع على فهمه جهاز التنفس الصناعي يدفع إلى رئتيه تسعة أنفاس في الدقيقة هما بيقولوا في الطب أن معدل التنفس الطبيعي 12 أقل من 12 عيان أكبر من 20 عيان يبقى من 12 عيان فالمهم يعني بأهل الطب بيقول كده كان بجانبه أحد أولاده سألته عنه فأخبرني أن أبا بيشتغل مؤزن في أحد المساجد منذ سنين أخذت أنظر إليه حركت يده حركت عينه حركت عينه كلمته لا يدري عني شيئا أبدا كانت حالته خطيرة جدا ابنه بدأ يأرد من ودنه وبدأ يكلمه طبعا المريض ليس سمح حاجة بدأ الولد يقول له يا أبي أمي بخير إخواني بخير خالي رجع من السفر استمر الولد يكلم أبا والأمر على ما هو عليه الشيخ لا يتحرك الجهاز بيدفع تسع أنفاس في الدقيقة وفجأة قال الولد والمسجد مشتهق إليك ولا أحد يؤذن فيه إلا فلان ويخطئ في الأزان ومكاهنك في المسجد فارغ فلما ذكر المسجد والأزان اضطرب صدر الشيخي وبدأ يتنفس فنظرت إلى جهاز فإذا هو يشير إلى ثمانية عشر نفسا في الدقيقة والولد لا يدري ثم قال الولد ابن عمي تزوج وأخي تخرج فهدأ شيخ مرة أخرى وعادت الأنفاس تسعة يدفعه الجهاز الآلي فلما رأيت ذلك أقبلت إليه حتى وقفت عند رأسه حركت يده عينه هزسته لا شيء يتحرك كل شيء ساكن لا يتجاو معي أبدا تعجبته قربت فمي من أذنه ثم قلته الله أكبر الله أكبر بدأت أؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح وأنا أسترق السمع إلى جهاز التنفس فإذا به يشير إلى ثمانية عشر نفسا في الدقيقة القصة جميلة قضياتنا في الدنيا الانهماك الدنيا والبحث الدنيا واخدانا الشغل الفلوس العيال الدنيا وكثير مننا بينسى أنه يبقى له عمل صالح الراجل أسأل الله أن يرحمه رحمة الله السعب عارف الولد وتجوز وتخرك لكن هي قضية عمل صالح يتعلق به قلبك فهي هذه القضية يعني إحنا كنا تكلمنا عن مرة قبل كده عنه لك كان بيروح لقرية ويديهم الأكل والشرب فمات وهو يقرأ القرآن هنا قلبه متعلق بالأذن فعشان كده لابد لكل واحد مننا خل بالك أن الرجل ده بيؤذن وله سنين فلابد أنك أنت يبقى لك عمل صالح تثبت عليه لمدة سنين مش مهم العمل الصالح دي يكون كبير يعني كثير مننا عايزة يتخيل أنه حاجة كبيرة الأزمة عمل حاجة كبيرة مش شرط تبقى كبيرة الأزم مش حاجة كبيرة لكن الأزم العمل الصالح أيا كان النبي صلو سأم خاله لا تحقرن من المعروف شيئا اوعى تستقل عمل صالح تعمله لله أيا كان تعرف سيدنا بلال عمل عمل صالح صغير عندنا هو صغير جدا أنه بيصلي ركعتين كل ما يتوضع قال ما أحدثت في ساعة من ليل أو نهر إلا توضعت وما توضعت وإلا صليت ركعتين النتيجة عندنا إيه النبي السلام قال ما بالي سمعت خشخشة عليك بين يدي في الجنة بين يدي يعني قدامي أنا دخلت الجنة أنا دخلت الجنة لإيه تجوه فإيه المنع الرجل قلبه لما تعلق بالأذان عمل عمل صالح وثبت عليه لمدة سنين لمدة إيه سنين فهو غايب عن الوعي تماما لا يدري شيء لحد ما يكي العمل يدى القلب فهذا دلالة على شدة تعلق القلب بالعمل النتيجة يعني في قصة زي كده بالظبط إن الرجل ده جاه آخر لحظة وحياته شال هو فك السلوكه لا ورح إيه وقف على السرير والله أكبر الله أكبر ورح إيه وقف على السرير وميد كأن آخر عمل ختم له به هو الأذان عشان كده برضو النهاردة محتاجين أن نحن نعرف الأذان نبي الصلاة يقول في الحديث قال لو جعلموا الناس ما في النداء والصف الأول لأتوهمها ولو حبوا لو أنت تعرف لو أنت تعرف أي كري أنك أنت تبقى مؤذن أنت تبقى مؤذن خلاص يبقى في الحالة دي أنت المفروض ما تروحش ماشي على رجليك أنت تروح زحفا حبوا دي أنت تعرف عندنا الطفل الصغير لما بيصحف إما بيصحف على قديل الرجلي إما بيبقعد على القاعدة وبيصحف فالناس لو عرفوا أجل الأذان لأتوهمها ولو إيه حبوا فالرجل ده متعلقه بالأذان لمدة إيه سنين التاني أنه بيصحف قال من أذن سنتي عشر سنة كتب له بكل أذان ستون حسنة وبكل إقامة ثلاثون حسنة عد ستين وثلاثين يبقى تسعين تسعين حسنة في كل الصلاة تسعين في خمسة بربعمية وخمسين حسنة في اليوم ربعمية وخمسين حسنة في اليوم اضربها في الشهر في تلاتين شوفت وطلع لك كم اضربها في السنة أو اضرب ربعمية وخمسين حسنة في تلتمية وخمسة وستين وقول إنه أذن عشر سنة 15 سنة وعشرين سنة مش ديه المهم اللي أهم من ده ووجبت له الجنة يبقى حراتك لو قاعت وده دليل على مهم إن الرجل ده استمروا سنين فتعلق قلبه بالأذان فهو في غيبه كم تم لكن قلبه متعلق هو بالأذان النبي السلام قال لك برضو ليأذن لمدة كم 12 سنة لا قدري العيل أنا ما دورتش على العيل لكن إيش ميعنا 12 سنة بس هي 12 سنة دليل دي زيب الرجل حياته 12 سنة 12 سنة مش بيروح على الإقامة لا ده بيروح يفتح المسجد ومستني منتظر أول ما يجي المعاد الله أكبر نفسه مقالة المؤذن مؤتمن مؤتمن يعني إيه يعني إحنا عندنا دلوقتي عندنا مؤتمن جدا في قضية الأذان إن تيجي ساعة الصلاة تيجي ساعة الصلاة وهو ماسك فيه واحد هيفطر فأول ما تتقولها أكبر يفطر واحد تاني هيصوم يبقى بيصوم واحدة النهاردة آخر يوم في العدة بتاعتها وهكذا فالمؤذن مؤتمن والإمام مضامن يبقى 12 سنة فأنا مش عارف إيه لا إلا في 12 سنة ولكن يمكن يستبت على العمل فإحنا محتاجين عمل صالح تثبت عليه زي ما راجل ده ثبت فآخر حاجة الأذان سيدنا بلال أراضي الله عنه ثبت فلابد أنك أنت يكون لك عمل صالح ثابت عليه سنين وياريت العمل ده ليكون لا يعلمه أحد لأن تعرف في المؤذن كمان النبي صالح قال الحديث جميل جدا قال المؤذن يغفر له مدى صوته يعني أنا هتخيال أن أنا بأذن فصوتي بياخد مساحة كده فكأن المساحة دي بتوفر الزنوب وتغفر كلها النبي صالح قال وأجره مثل وأجري من صلى معه يعني أنا أذنت وصلى معي عشر أخد أجري عشر خمستاشر عشرين ثلاثين أخده حديث كمان قال المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة العرب يعتبر أني من علامات الجمال طول الرقبة قالوا دي دي حاجة جميلة أني مؤذنين لأنهم بيرشدوا الناس إلى طاعة الله جل جلاله فهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة قالوا أود دي دلالة على علو والقدر والرفع أنهم في وسط الناس كده رأبتهم عالية فهم برزين لأنهم كانوا يدلوا الناس على الله هاسو جل فإيه رأيكم؟ كل واحد فينا يبدأ النهاردة عمل صالح ويثبت عليه ركعتين بعد كل وضوء يمسك أزام في المسجد يمسك أمام في المسجد المهم عمل صالح ثم تموتوا عليه أسأل الله الجليل أن يتوب علينا ويتوفانا على عمل صالح مقبول ويرضع علينا يا رب صلي وبرك على سيدي محمد وآله وصحبه أجمعي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة